اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اراد المبين ان التوحيد اوجب الواجبات واول واجبات وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق وتخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي والتحقيق يكون بالقول والعمل والاعتقاد ثم من كلبا بعد تحقيق التوحيد ومن تحقيق التوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضد من الشرك ومن تحقيق التوحيد الدعاء الاشهادة اللا اله الا الله وذكرنا ان الخوف يكون بدراسة التوحيد وبدراسة شرك حتى نقع فيه وبالدعاء وبالبراءة للشرك وأخذنا ايضا شروط الدعوة ثم أن المؤلف رحم الله تعالى بدأ بالقسم الثاني وهو تفسير التوحيد من هنا بدأ يفسر التوحيد إلى نهاية الكتاب وشرح هذه الترجمة قال ما بعدها من الأقوى يعني شرح تفسير التوحيد من هنا إلى نهاية التدار فالآن قال كأنه يقول لك الآن أريد أن أبين وأشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وعرفت فضل التوحيد وتشوقت إليه ولا بد من تحقيقني والخوف من ضده والدعاء إليه أخذ الآن من هذا الباب لنهد الكتاب شرط للتوحيد تفسير التوحيد تفسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء ذكر في هذا الباب رحمه الله أنواع الشركة الأكبر أنواع الشركة الأكبر أكبر من يذكر هذه الأول الشرك في الدعاء وتقدم معنا دعاء عباده ودعاء مسأة دعاء عباده صرف الغيري لا شك مكبر ودعاء المسأة فيما لا يقدر عليه لنقاء صرف الغيري لا شك مكبر فيما يقدر عليه المخلوق صرف الشرط أربعة اختار شرط انتقل إلى الشرط إذن القسم الأول من أقسار أو أنواع الشركة الأكبر الشرك في الدعاء الثاني الشرك في المحبة وهذا تقدم تالله إن كنا لا في ضلال مبين إذن سويكم لرب العالمين قال الأمر القيم أي في المحبة لأنهم لم يجعلوا هذه المعبودات مساوي لله في الخلق ولا في الرزق لا مساوي لله في المحبة ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندال شبه هذا نظرهم مثلا يحبونهم كحب الله محبة مساوي مقسام المحبة محبة تنقسم من ثلاث تقسم محبة مع الله شركة الأكبر لأي أحد كان من مكان النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم غيرهم ما بهذا إذن المحبة تنقسم من ثلاث تقسم أو أنواع محبة محبة مع الله شركة الأكبر محبة لله أو في الله واجبة من أوثق على الإيمان حب في الله بغفره الثالث محبة طبيعية جائزة للمعلى العبد محبة الولد والوالد والسوج مثلا كم نوع المحبة إذن ثلاث محبة مع الله شركة الأكبر محبة في الله أو لله واجبة بل هي من أوثق على الإيمان محبة طبيعية جائزة محبة الولد والوالد من يحب في الله من لو قال لك يحب في الله من تقول إجمالا تحب في الله أربع الشيء محبة العمل والعامل والأزمنة والأمكنة التي يحب الله محبة العمل كل ما جاءت به الشريع فلا وربك لا يمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حاول نواقضه وسلم وتسليم تقدم معنا في نواقض الإسلام أن من أبغط شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به كهر إذن يحب العمل يعني كل ما جاءت بالشريع تقدم هذا توحيد محبة العامل كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام الملائكة الصالحين طلاب العلم أئمة أهل السنة كأئمة الأربعة نعم كل موحد وكل مصنع الثالث محبة أزمن يحبها الله سبحانه وتعالى رمضان ثلثة الليلة الآخر نعم أزمن يحبها الله عشر من ذي الحجة مثلا الحمكينا يحبها الله مكة والمدينة والمسائج مثلا جبل أحب جبل يحبنا وأنا حبنا نعم ضد هذا البغض في الله تبغض في الله من عمل وعامل وأزمن وأمكنا عمل كل ما حربه تقدم هذا الشيء عامل كفار منافج أزمن يحتفل بالكفار عيد رأس السنة مثلا عيد كذا عيد كذا عيد كذا نعم أمكنا مكان مسي الضرار أماكن الله وأماكن الشرك والبداء طيب هذا الشرك في المحبة ابن القيم رحمه الله يقول قضى الله قضاء وقضاء الله لا يؤمن قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به فكنا فكنا نأخذنا بذنب فرعو قدم محبة السلطان والملك وهذه الأنهاء تجري من تحته جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه عذبه بهال الذي قدموا على محبة الله قاروا محبة وقدموا على محبة العذبه بمال فكنا نأخذنا بذنب إذن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله أصلا لا يمكن أن تسمع شيء إلا أنت تحب إنعب تمشي وتتكلم وأكمل ابن القيم وقال وكل ما قدم خوه من شيء على خوفه من الله خوفه الله وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهبا خوفا إذن هذا النوع الثالث المحبة الثالث شرك في الطاعة تأخذوا أحبارهم علماءهم رهبانهم عبادهم أربابا أي قدموا طاعتها ولا على طاعة إلا لا طاعة المخلوق في منصف الخالق شرك في الطاعة وسأتي معنا بإذن الله تعالى باب كامل في هذا في شرك الطاعة الرابع شركة النية والإرادة والقصد هذا نوع الشرك الأكبر الأربعة قدم شركة دعاء لأن الأعمال كلها تدخل تحتالي إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة والدعاء هو العبادة كما صحى النبي عليه الصلاة والسلام ثم شركة المحبة ثم شركة الطاعة والشركة النية والإرادة لمقصد باب تفسير التوحيد بعد هذا لك رأي باب ونعلم سبحان الله نعم شيخ من الشرك لبس الخير أو الحلقة لدفع بربح أو من هنا من الشرك بربح سالف بربح سالف بربح سالف من الشرك لبس الحلقة لبسه ونقلب نعم هذا أسمي الباب أجلس أذكر أبواب أظل أنه مع أحد أسفا بعد تفسير التوحيد بابه من الشرك لبسه الحلقة والخيط ونحوهما لرفع بلاء أو دفع الرفع يقول بعد النزو والدفع قبل النزو باب من الشرك أكبر أصر من يعني لماذا قال باب من الشرك ولم يقول من الشرك الأكبر أكبر أو أصر نعم خسر إذا أعتقد الناس الله سبحانه لم يجعل السبب هذا شيء تسر أما إذا أعتقد أنه ما سبحان الله إذا لماذا قال باب من الشرك لأنه في تفسير وهذا قد تقدم معنا في أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب أقسام الناس في الأخ بالأسباب أقسام الناس في الأخ بالأسباب إن قسم الناس في الأخ بالأسباب هل يأخذه بالأسباب ولا انقسم الناس في باب الأخ بالأسباب إلى طرفين وصف قسم ينكر الأسباب وقسم يغل في الأسباب وقسم توصف لا يثبت من الأسباب إلا ما يثبت الله سبحانه وتعالى إما حساً أو شرعاً ما اعتقاد الناس سبب كم قسم؟ طرفين وصف قسم ينكر الأسباب وقل هذه الأسباب ليست في الأسباب ولا غيرها جنون من كانت تسعى لذيسك وقال أن الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في مهب الريح ولا تأخذ بالأسباب إطلاقا إسعى لتكسب الإطلاب العلم لا مهتم قسم الثاني يقل في الأسباب فرافية وصوفية يقول لو تعتقد في حجر ينفعك ولذلك تجدهم من الصلاة عافية والسلام تعليق الأشياء هذه الحجارة والوديع والسثورة والذئاب وحافة النع القديم فقال لو تعتقد في حجر ينفعك أعوذ في النعو نعم واعتقد بهذه الأشياء قسم أهل السنة الجماعة نسأل الله جعلنا منهم توسط ولم يثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى إما حسا أو شرع مع اعتقال أنه سبب إذن في الدرس الماضي في صورة الثلاثة أخذنا أقسام الناس في على اعتقال في الأسباب والآن أخذنا زيادة على هذا أقسام الناس في الأسباب طرفين وصل طيب ما حكم تعليق الخيط والودع ودع أصداف تأخذ من البحر خيوط عن الذئاب رأس الثور نع القديم أطلات السيارات بعض الأشجار كف خمسة وخميسة وغير هذا بعض الكتابات على الحسود لا تنسون هذا كله لا يجلس تعليق كله محرم بأي شكل من الأشجار حتى آيات القرآن حتى آية القرآن نأتي لصاحب المنزل أو صاحب السيارة الذي علم هذه الأشجار جاهل يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي بعض هذا إذا كان جاهل يعلم يعتقد أنه مؤثرة بذاتها هذا مش شكل كثير يعتقد أنه سبب الله سبحانه وتعالى ما يجعل السبب هذا الشكل تصر ليس لديه أي اعتقاد مثل حال بعض الشباب عندنا اليوم الشباب يعلق أشياء أخري ما يتعلق قال الله ما عندي أي اعتقاد أنا أعلق للزينة هكذا بس وأنا أعرف أنه هناك ناس يعتقدون وأنا ما أعتقد شيء أبدا هذا مرتكب كبير من كبائل الذنوب لماذا؟ لأن هذا فيه تشبب بالمشرفين حولا والثاني فتح باب شرع للناس لأنه مرأك تعالى ذلنا أنه التعليق كله محرم وذهبوا عنده اقتدى الناس بك إذن مرأة أخر التعليق كله محرم بأي شكل من الأشكال حتى يتنطران نعم نأتي للمعلق صاحب المنزل صاحب الدار صاحب السيارة ولي الولد يعتقد أنه مؤثر بذات الشركة يعتقد أنه سألش كسر ليس لديه اعتقادا بسها الزينة كبيرة من كبائل الذنوب جاهل يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله رضي الله باب من الشرك نفسه الحلقة والخير ونحوهما يعني كل الحق بعد هذا لرفع البلاء بعد نزول أو دافعه قبل نزول والذي يروح عبده هو رقع سبحانه وتعالى لا غير ثم جاء بباب باب ما جاء في الرقع والتمام لماذا قال باب ما جاء في الرقع والتمام ولم يقل باب من الشرك الرقع والتمام في الباب الأول قال باب من الشرك وهنا في الرقع التمام لم يقل من الشرك لماذا الله افتحانك لأن الرقع تنقسم إلى قسمين الشرعية والشركية والتمام إذا كانت من القرآن فيه محررة من غير القرآن فيه من الشرك إذا لماذا قال المؤلف باب ما جاء في الرقع التمام لأن فيها تفسير وهو أن الرقع ينقسم إلى قسمين شرعية وشركية الرقع الشرعية لا بد أن تتوفر في الرقع الشرعية شروط ثلاثة إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من الشرعية إلى الشركية شرط الأول أن تكون الرقع من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفات إذا كانت من باب الدعاء من الكتاب يقرأ سورة الفاتحة من السنة عذب كلمات الله الترمات مش بما خلق أو بأسماء الله وصفات إقل يا حي يا قيوم اكشف ما نزل به أو بأخير من باب الدعاء يصح هذا أولا شرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفات إذا كانت من باب الدعاء الشرط الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية ولا يوجد رقية بغير اللغة العربية ما يوجد إلا إذا كان هذا من باب الدعاء يصح أن يدعو بلغة البانيا بلغة جورجيا بلغة كالب باللغة التركية بشرط ألا يغير أسماء الحسنة يعني يقول يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا رصيب ولا يغيض مثاله لا ما يترجع يعني مثاله الآن في اللغة الإنجليزية هل يصح أن يسمى الله سبحانه وتعالى بقال لا هذا الإلحاد في أسماء الله ولا بأي لغة لأن الأسماء تحكى كما هي في كل اللغات هذا الأخ يسمى جمعة في اللغة العربية طيب في اللغة الإنجليزية نسميه فرايدي لا اسمه جمعة في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية في اللغة الهولندية في كل لغة صحيح إذن يصح هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية نعم يصح بالشرط أن يغير الأسماء الحسن يا الله ثم يدعو بلغة يا رحمن يدعو مفهو مهم جدا مثاله أظن في اللغة الفارسية خدايا خدايا ليس من أسماء هذا إلحاد مفهوم نعم إذن هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية نعم ولا إشكام بالشرط أن يغير الأسماء الحسن إذن الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع يعني يرفع الصوت بالرقية وباللغة العربية ولا يوجد رقية بغير اللغة العربية لذا كان من باب الدعاء يعني إذا أخذ يقرأ المريض يقرأ المعالمين نقول اسمع إما أن تفصح وتسمعنا أو نقول عنك ساعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقرأ هكذا طيب الشرط الثالث أن يعتقد أنه سبب أغرقه والذي بيدي جرب المناف داخل المضار هو الله سبحانه وتعالى لأن بعض الناس يعتقد في الراب أنه هو الذي يرفع وينفع ويضع نعم وتسمع بعض الناس صحيح يذهب مريض يذهب يذهب إلى تذغال اسمع ويذهب إلى أفر الله لو فيك يعني رئيس الجن والعباريت يخرج منك صحيح؟ تعلق النسب الرقاء أكثر من تعلقهم بالله ولذلك قال لا يسترقون إلا يقلبون الرقاء من غيره لماذا؟ صدق اعتماد على الله مع الثقة به الأخب الأسباب إذن الرقية تنقسم إلى خسمين شرعية وشبتية الشرعية ما توفقت فيها شرط ثلاثة أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت بباب الدعاء أن تكون بكلام معلوم مفهوم اسموع باللغة العربية ولا وجد رقاء وغيره اللغة العربية إلا إذا كانت من فرم الدعاء صح أن يدعو بلغتي شرط الله غير أسماء الحسن الشرط الثالث أن يعتقد الناس اختل شرط من هذه الشرط ثلاثة ننتقل من الشرعية للشركين تمام كلها من الشرك وإذا كانت تميمة من القرآن فهي حار لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قابت من الشرك وكراهة السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه وفيها فتح باب شرع على الناس وامتهان للقرآن إذا التميمة إذا كانت من القرآن فهي حرام لأمور أربعة لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الموقع التمائم لكراهة السلم وكراهة السلف تحريم فتح باب شرع على الناس وفيه امتهان للقرآن لأنه قد يدخل بها إلى الحمام أو أتيه شيء من بول الغلام إذا كانت معلقة عن أولاد باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يقل من الشكل لأن فيها تفصيل وقد أخذها بعد هذا بعد هذا من الأبور باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوه الله افتح عليه اجلس التبرك طلب البركة التبرك طلب البركة التبرك ينقسم إلى قسمين مشروع وممنوع التبرك المشروع يكون إما بأمر شرعي أو بأمر حسي إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا انتقل من التبرك المشروع للتبرك الممنوع والتبرك الممنوع نوع من أنواع الشركة الأصل الذي يصبح الشرك الأكبر تبرك مشروع وممنوع المشروع إما بأمر حسي أو بأمر شرع هذا الأخ يحفظ القرآن ويقرأ القرآن لأنها لماذا؟ خلني أنه في قراءة القرآن برى الحرف عشر حسنا والعشرة إلى سبعمة ثلاثة وأتداب القرآن وأتدبر القرآن لأن القرآن بركة يسح يسح نعم هذا تبرك بأمر شرع وهذا الأخ قد سفن المدينة باركة وهذا الأرض أرض مباركة أرض فلسطين أرض مباركة سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من مسجد الحرارة مسجد الأقصر الذي باركنا حوله أرض مباركة أرض فلسطين نعم يسح شرع حسي أمر محسوس من موس أن الله سبحانه وتعالى وضع في علم الألم الأربعة بار وانتفعنا بالعلم إلى يوم منها نعم تقول الإمام رحنيف رحمه الله إمام مبارك معنى مبارك نتمسح بقبره لا ينتقل من المشروع إلى المام نعم لكن تقول هذا الإمام انتفعت الأمة بالعلم أمر محسوس من موس فهذا تبرق حسي أما يتمسح بالقبور يتمسح بالمشايخ يقول بركاتك يا أخي سدن الشيخ يسح هذا التبرق ممنوع شرك أصدر مفهوم من يعيد لأقسام التبرق نعم تبرق القسم إلى قسمين مشروع ومنوع والمشروع إن يكون بأمر شرعي كنمات القرآن وماء زمزم مثلاً وسكن المدينة والصلاة في المسجد النور ومسجد الحرام مثلاً طيب والحسي اتفاع بعلم الألم الأربعة بعلم شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني الشيخ الفوزاء رحمه الله جميع نعم إذا لم يثبت فيه أمر لا شرعاً ولا حساً فهو تبرق ممنوع تمسح بالقبور شرك أصغر تبرق ممنوع تمسح بجدران المسجد النبو تمسح بالحجر الأسود لا تتوقف شرك أصغر تمسح يمسح ومسح على نفسي وعلى أولادي حجر لا يظن ولا ينفع صح يرتمس في البركة البركة في اتباع هذه النبي صح السلام صحيح نعم أما أنه يتمسح هذا معنى يتمسح وبعض الناس يأخذ لباس ويمسحه بالكحر أتيه وقال هذا هذا لباس مبارك صح واتسنع عليك بعض الناس قال الله يرضعك وريد شيء من تربة المغيع بس أضعها في قبل إذا مت بركة مسح تبر بركاتك سيدنا الشيخ الشيخ نعم زارتنا الباركة يقول هي باركة لزارتنا باركة تطلب من من مشاه من الله من الله نعم علمي علمي هو يقول لزارتنا الباركة مش تقفل لزارتنا الباركة إذا تبرق إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر حس إذا لم يثبت فيه شيء شرعي ولا حس تبرق وانت تسمع بعض الناس فوالله ثوبي هذا ثوب مبارك وخاتم قلم هذا قلم مبارك ما دخلت اختبار إلا ونجحت فيه صحيح تبرق هو منوع هذا كل صح طيب بعد هذا نعم طاب ما زارت في الذبح لغير الله لماذا يقول باب ما جاء في الذبح ولم يقول من الشرك الذبح لغير لأن على ما قسم الشيخ بن عديم عندنا ذبح جاهز لغير الله لم ينوي بهذه الذبيحة التقرب المحضي لله شاة اللحم والتجارة وكلام الضيء والشاة والذبح لغير الله محبته تعظيم الذبح للجن والأصحاب القبور والذبح في وجه السلطة محبته تعظيم هذا الحكم شو الكثير مفهوم طيب سؤال هذا الآخر وجد إنسان معه كبش سميه قالوا إله أين؟ قالوا إله الولي أذبح هذا للولي قال هذا الشرك أكبر تسكت أو أضعك مكان كبش كيف مرة أصحاب القبور؟ أسبر ما فهذا راقب هذا ذهب للقبور وسمى وعنهر الدم وذبح بمحدد وقطع الجين والحفو كل شيء ذهب هذا سحب الذبيحة وكأنه يصحه لا يصح ذبيحة لغير الله يا رجب سمى وأنهر الدم وذبح بمحدد وقطع الجين وصنع كل شيء إنه لأعماله من نيطة إنه لكل من غيره قال بسم الله بس نيطة عليه هو قال أنا مالي وما نيطة سمى بسم الله لو سم على كل يصح أكله هذا أشد من أكل الكل وهو اللي غير الله به اجلس فتح الله ما تنفعه بتنسميه تنفعه لو سم على كلب يصح سم على خفزين لا صح نعم طيب إذن كيف تنفعه قل خطاب للنبي عليه الصلاة وكل من ينسحته وجه الخطاب قل إن صلاتي أي أعمال البدنية ومن أعظمها الصلاة ونسكي أعمال مالية ومن أعظمها الزكاة وفيها الذبح نحر نصل لربك أعمال البدنية ونحر أعمال المالية كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي الذي له أن يتصرف فيه سواء كنت في حال حياتي أو الفاء إلا رب العالمين أنا شريك له وبذلك أمرت وأول مسلم أول مسلمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأمم إسلام وأول من أسلم بهذه الأمم يصح على كله الأول والثان طيب بعني هذا أي باب ما شاء الله نعم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله يعني هناك مثلا النصارى عندهم مكان يذبحوا فيه أوهل القطور يذبحوا عند قوم هذا الأخ يأتي ويذبح عندهم لا ما يجلس قال وقوم الله تعالى يا رجل ركز معي ما علاقة هذه الآية بالبقى ليس لها علاقة لاقل لعلك واحد من أين نسخة راجع لعلك واحد الآية لا تقوم فيها أبدا في مسجد الضرق ما علاقة مسجد الضرار بباب لا يذبح لله بما كان يذبح فيه لغير الله لا علاقة الحمد لله صح حسن الظن أقول أنه خطا بعضا مسجده صحيح ما علاقة مسجد الضرار العلاقة والله وعلاق من قل خطا بعضا هذا جاهل ما يعرف شيء هذا الخارج نعم النبي عليه الصلاة والسلام لو صلى في مسجد الضرار لو صلى في مسجد الضرار يصلى لمن لله لله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لله لكن المكان تقرر في الكفر والإرصال والمحارب والتفريق لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى أي مسجد؟ من يعرف؟ اللي يعرف أبدا أسفل أي مسجد؟ نعم المسجد الضرار المسجد النبي فيه حديث صحيح طيب لمسجد هذا الله فتح عليك لمسجد أسس على التقوى كل مسجد أسس على التقوى نصلي به وكل مسجد أسس تفريق وكفر وإرصال ومحارب ومسجد الضرار لا تقوم فيه أبد فكل مسجد أسس على التقوى هذا نقوم فيه وكل مسجد أسس للتفريق والمحارب والإرصال والكفر هذا ما نقوم فيه صح؟ فأنا مسجد بالأمس لسأني واحد يقول مسجد فلا فيه قبر وضريح وكذا نسل فيه أسس لماذا؟ أسس للكفر فلغير التقوى إذا ما نقوم فيه مفهوم؟ نعم أجلس لمسجد أسس على التقوى يشمل كل مسجد مسجد قبار مسجد النبو مسجد الحرار مسجد الأقصر كل مسجد أسس على التقوى نقوم إذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد الضرار فهو يصلي لله لكن المكان لغير الله والصلاة عبادة والذبح عبادة فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لكن المكان أسس للمكفر والإرصاد المحارفة لا تقوم فيها إذن كذلك الذبح من قال أنه أخطأ؟ من؟ ما أخطأ؟ هذا عبادة وهذا عبادة منع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يمنع الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا على بابي أجل سعر أين يوجد مسجد الضرار؟ اللي يعرفها في أصبع مكان وجود مسجد الضرار؟ فيم؟ اللي يعرفها في أصبع أخطأ بشويش أخطأ صوتك نعم أوقع في المدينة غيره من يعرف مكان وجود مسجد الضرار؟ نعم يقول لي مكان مكان وجود مسجد الضرار؟ لا لا مسجد الضرار الذي نسلت فيه الآل في المدينة غيره في أحد يحد جادة علم أمان ما أحد يعرف أجل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحار مسجد الضرار هدم المسجد وحارق المسجد إتلاف للمال أم لا؟ ونهينا على إتلاف المال؟ نعم لكن إتلاف المال إذا كان لمصلحة غاجحة جاز إتلاف المال إذا كان لمصلحة جائزة جاز ولا لا؟ يجوز هذا الرجل تاب الله عليه كان لديه خم وتاب الله عليه ماذا يصنع؟ يبيع الخم يطلبه وفيه مصلحة نعم رحل الغال الذي يسرق من الغني نسرق من الغريب إيش نصنع فيه؟ نحرب رحل بالنار إتلاف للمال؟ نعم لكن هذا فيه ردع للآخرين تعديل فإتلاف المال إذا كان في مصلحة غاجحة جاز مثال مسجد ضراء لماذا لم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم من في هذا المسجد من المنافقين ويعيي الرجل من الصحابة يصلي في هذا المسجد كمعادر رضي الله عن المثل ويصبح المسجد ينقال من المسجد ضراء إلى مسجد ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرقه حتى لا تنبعث الشركيات والمدع تذكر الناس هذا المسجد مسجد ضراء صحيح ولهذا أمر الشيخ بن باز رحمه الله بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميع الشيخ بن باز قال يهدموا بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسحوه بالأرض تأتي المنطقة ما تعرف أين البيت لماذا؟ لأن المشكلة أن يأتي بعض أهل السنة قال والله نريد أن أعرف فين بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإن كتب كتاب التوحيد وآل كذا هذا الرجل يناعي تبرق قصد الأماكن وأتي أناس من أهل السنة صحيح موجود قال يهدمون إنسان رجل إن قال عن التوحيد وكلا يا أصنع بعض الناس كذا صحيح وبعض الطلاب عندهم في بيت الشغف لا وفين الكرسي اللي يجلس عليه الشجرة التي يجلس تحتها حوذوا بالله الصحيح 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 طيب لا تقوم فيها أبدا لمسجد أسس على التقل نعم بعدها هذا من الأبواب نعم بعض من الشرك النذر لغير الله بعض من الشرك الأكبر النذر لغير الله أخذنا في الأصورة الثلاثة أن النذر ينقسم نذر لله ونذر لغير الله النذر لغير الله شرك أكبر هو في اللفظ كالحلف بغير الله لكن في الحكم شرك أكبر أنه عندما نذر لهذا الولي أوكل فهو محظر لهذا نعم كتعظيم الله شركة أكبر الله أكبر بعد هذا بعد هذا من الأبواب أستغيث استعانة استعادة الاستعادة والاستعانة والاستغاثة والشفاعة باب واحد مثل باب الدعاء يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه حي محاضر وقال وتعتقد أنه السبب ولله الحمد من يعيد لي ما أخذنا باب باب الباب الأول الباب الأول الباب الأول شرك في الدعاء والثاني شرك في محبة وشرك في الطاعة وشرك في النية والإرادة وقصد إجنس نعم الدعاء كم قسم دعاء عبادة ودعاء مساء فتح الله عليك نعم أنواع المحبة وقسام المحبة نعم ثلاث وهي محبة شفدان اسم اسم نصيحة من الشخ العظيم إذا سألت أي واحد وقال أنواع المحبة آتقل ثلاثة أربع لأنه قد تقف على الأثنين ويبقى معك الثالث فقل أنواع المحبة النوع الأول النوع الثاني والحمد لله نوع فعلم أما عندنا هنا ما يصلح هذا كان مقسام المحبة ثلاثة الأول محبة مع الله شركة أكبر تالله إن كنا أنا في ظلام مبين إذن نسويكم بربي العالمين أي في المحبة ومن الناس يميت تخدم من دون الله أنداد ويحبونا ويحبو الله محبة مساء أو يحب الأنداد أكثر من محبة الله نعم أو يحب النج ولا يحب الله أعظم شركة محبة في الله أو لله حكم هذا المحبة واجب بل هي من أوثق عرى الإيمان من يحب في الله أربع شركة عمل وعامل وأزمن وأمكن ويبغض في الله عمل وعامل وأزمن وأمكن قسم الثالث من المحبة محبة 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 جارسة محبة الولد والوالد والزوجة والأولاد محبة سورية مثلا محبة طبيعية طيب أجنس بشرق الله يقدم على محبة الله إنما أمالكم وأولادكم فتنة الباب الثاني من الشرك لبس حلقة من الشرك أكبر وصف في تفصيل إذا اعتقد لنا مؤثر بذاته أكبر اعتقد أنه سرع أصف وقلنا قسم الناس في الأخذ بالأسباب إلى طرفين وسط قسم ينكر الأسباب جبرية وقسم يغلو في الأسباب صوفية وخرافية وقسم توسط في الأسباب الجبرية هؤلاء يقول يسعى مجبور ليس له قدرة ولا اختيار يا أخي لماذا تشرب الخمو أو شاء الله ما أشرب إنما أشرب بقضائي فهذا إشتصنا معه تضرب حتى يغم عليه فإذا أفام قل ليش تضرب تقول مجبور أتلم عن شي كتب الله عليه فإذا رجع عن هذا المعتقد أتركه وإن لم يرجع تعطيه مفهوم هذا بس من باب أنك تفهم المسألة أما تطنبق هذا لا مفهوم جاء رفع الأمير المؤمنين عمر رضي عنه سار وآمر عمر رضي عنه تقطع يد فقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله أتلوم على شي كتب الله عليه إنما سرقت بقضاء الله فقال لا عمر ونحن لا نقطع كله بقضاء أتلوم على شي كتب الله عليه كتب أن نقطع عيدك ماذا نسأل أجاب بنفس حج مفهوم أي نعم ولا صح فالهذا من طريقة هذا للبدأ أن يأتي بعض أسرق أجبني الآن بسرعة هل الإنسان مسير ولا مخير تقول أولا إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو أصفك أنك مبتدع صحيح لأنه هل سأل عن هذا النبي صلى سلم هل سأل الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أحرص علم منه ودخل الله منه لا كيف تسأل على الشياء لم يسأل عن الصحابة صحيح ثم ماذا تريد بهذا السؤال توقع لما أن يقول في الجر أو قل بالقدر نعم ثم الإنسان في أشياء مسيئة وفي أشياء خير أغفوا أسئلة الشيطانية الله تأتي أجيب الآن نعم لا من الشرك قلنا وصف أثبت الأسباب التي أثبت الله سبحانه وإما حسنا أو شرم مع اعتقاد أنها سمت أقسام الاعتقاد أخذنا والأخذ أخذنا والتعليق كله محرم بأي شكل من الأشتاء حتى تعليق يتبقى محرم أما المعلق صاحب المنزل قلنا على أربع ورق جاهل يعلم لنحن تكلم عن ذلك يعتقد تأثيرها بذاتها شركة يعتقد أن يسأل شركة صف مثل حال بعض الشمار حدان الله يقال ما عند أي اعتقاد كبير يفتح باب شرع على الناس وتشبه بالمشرك مفروم أجلس بعد هذا بعد هذا نعم باب ما جاء في الرقع لماذا قال ما جاء ولم يقول من الشرك لأن الرقع تنقسم شرعية وشركية والتمام كل من الشكل ذكرت من القرآن فهي حر شروط جواز الرقع ثالث من الكتابة والسنة من الكتابة والسنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كان باب الدعاء معلومة مفهومة مسموعة وباللغة العربية ولا وجد رقع وغير من اللغة العربية إلا إذا كانت من باب الدعاء صح أن يدعو بلغتي بشرقا لا يغير الأسماء الحسنة وإلا وقع في الإلحاء الثالث أن يعتقد أنها سبب اختل شرط من هذه الشرطة الثلاثة تنتقد من شرعية إلى شركية لماذا رجحنا التحريم التميمة إذا كانت من القرآن بدخولها تقتقوا للنبي صلى الله عليه وسلم من رقع التمام وكراهة السلم من ابن مسعود وكراهة السلم تحريم وامتهام وفتح باب شر على الناس بعد هذا الباب بابنا نستعاذ رضي الله طبع اجلس بابنا بلغي للباب اوكي اجلس من تبارك التبرك طلب البارك ومنه البركة لأن تجتمع فيها الماء نعم تبرك القسم إلى ما هو مشروع وممنوع المشروع عما بأهر شرعي كالقرآن في قراءة القرآن والتداول والتدفر والعمل طبعا كله بركة صح اينا او امر حسي علم الامة الاربع ائمة الاسلام شيخ الاسلام وغير صحي عمر محسوس نعم طب واحد اتقال لك الدورة هذه دورة مبارك ايش تقول استفدنا بلغة اذا هذا حسوس اتقال لك هلا مبارك تمسح به يسح ممنوع اذا لم يثبت في شيء شرع ولا حسة انتقل تبرك ممنوع تمسح بجدران الكعب حجر اسود احد احد جبل احد جبل احبنا ونحبه ان لو كان احد يغني عن احد شيء لقنا عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة القتل عندي احد تبرك باحد تبرك بمحق والتبرك بتقبيل الحجر اصد على اعتقاد انه حجر والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في اتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم لا في ابتدائه صح فتح الله عليه نعم احسن الله ايش كنت في دورة مبارك طبعا من قراءة القرآن والتدريس الاحاديث باركة نعم يعني هذا ما في اشكال في اشكال لا تقولي ان في الدورة باركة شيء يعني ما فهمتوا هذا القصد يعني هذه الدورة دورة مبارك احسن الله يبارك لنا يا رب امين غيره بعد هذا الباب بعد هذا الباب اخوان ايبا باب ما جاء ولم يقول من الشرك لماذا لانه ذبح لغير الله جائز والذبح لغير الله شرك اكبر طيب وباب الله يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله انه هناك تقوي اهل باطل صح واقترار الناس بهذا الفعل انه قد يأتيوا ناس واذبحوا معك فتح الله عنك بعد هذا الباب استعانة واستعاذة واستغاثة وشفاعة كلها مثل باب الدعاء وعادت الشريعة ان اغلبت باب محرم فتحت باب الجواز والجزاء من جنس العمل وانه كان لجزاء من انسي يعوذون برجاء من الجنة كان لجزاء من جنس العمل فزادواهم راها قاعدوا ما يحضر حدث قالت خولة من تحكي بغضل الله عنهم سمعت رسول الله سلس الله من نزل منزل اي منزل في كهف في بحر في الجو نزل الى الريزة الى اي مكان وقال بعوذ التجوعة تصر بكلماته الله السنة والجماعة بس الله اجعلنا وياكم منه تقولوا ان الكلام اصفه من صفات الله فبتوصفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجل الله ويرد على كل من ينكر الكلام بأدلة منها هذا بأدلة هذا من أقوى الأدلة في الرد على من يقول ان كلام الله مخلوق اللي يقول كلام الله مخلوق تسأل اذا نزلت منزل ايش تقول قال اقول العذب كلمات الله تسأل الاستعالة بالمخلوق فيما لا يخذر عليه الله حكمها شرك اكبر اذا تقول ان كلمات الله مخلوق فانت مشرك شرك اكبر واذا تقول ان كلام الله صفة من صفات ويصرح الاستعالة بالله وإسماله وصفاته فانت موحد ومثبت صفة الكلام لله هذا من أقوى الأدلة في إثبات من الكلام صفة من صفات الله مفهوم اعوذ تجيب اعتصد كلمات الله التأمد من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق لا من شر كل شيء من الجن ومن الإنس ومن الدواء ومن الأمراء ومن كل شيء قال القرط برحمة الله وقد جربت ذلك حتى ان دخلت يوم الى منزل ولم اقل فلذقت دراتني عقرر فهم نعم ثم ذكر باب النذر النذر اخواننا ابحث عنك من الصبح شفعال معنى النذر لغتنا العهد والإلزام شفعال إلزام المكلف نفسه بشيء لا يجب عليه يعني مهداره سيوم قد الواجب لا هذا لو قال لله عليه النذر أنا أصم قد اله ألزب نفسه بشيء ليس بواجب عليه فالنذر ينقسم من أقسمين نذر لله ونذر لغير الله النذر لغير الله في الله في الله كالحلف بغير الله لكن في الحكم شك أكبر والحلف بغير الله يصل فيه شك أصغر وقد يصل فيه شك أكبر بدل يقول لله على نذر يقول للولي الفلاني علينا شك أكبر النذر لله ينقسم من أقسمين نذر عام هذا يدخل تحته كل موحد لأنه عندما يشهد المر لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول كان كالناذر فعل أطباعات واجتناهم بحارمات أما النذر هذا النذر عام يدخل تحت كل موسيق يوفون بالنذر ثم ليقضوا تبهثهم وليوفوا نذورهم وليطبوهم بمتيعتهم نذر عام هذا نذر عام النذر الخاص يعني يخصص شيء كسيرا قدر هذا يقسم إلى قسمه قبل التلفظ وبعد التلفظ هذا الأخ قال أريد أن أتلفظ بالنذر نقول لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يشتخرج به من البخير ولو كان خيرا لنذر النبي صلى الله عليه وسلم لا تتلفظ بهذا إطلاقا هذا قال تلفظ والذي حصل حصل ماذا أصنع نقول انتظر نذر هنا النذر بعد التلفظ قسم إلى قمسة أقسان نذر الطاعة ونذر معصية ونذر مكروه ونذر مباح ونذر مبرق نذر الطاعة يجب الوفاء به قال لله على النذر أن أصب حم حسن نذر الطاعة ويجب الوفاء ويحرم عليه أرجوع في هذا النذر ويرجع عليه كفاء نذر المعصية قال لله علي نذر أن أصنع كذا من المعاصر فهذا نذر معصر نقول يحرم عليك الوفاء بهذا ولابد من القجوع في النذر وتدفع كفاء خلال كفاء الثالث نذر المكروه الآن الأخذ العطاء بالشمال مكروه الاتفاة في الصلاة اليسير مكروه لو نذر الاتفاة في الصلاة اتفاة يسير نقول هذا نذر يكره الوفاء به واستحر الحنث من يحن يحنن وإذا حنث علي كفاء نذر مباح شرب عصير برتقال شرب عصير برتقال ما حكم هذا شعز مباح لو نذر شرب عصير برتقال نذر مباح الأولى أن يفي بهذا النذر مفهو وإن لم يفي علي كفارة اليمين نذر المطلق قال لله علي نذر وسكت خاف يسمي شيء فهذا عليه كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين من يعرف السؤال سهل جدا أخوانا كفارة اليمين تعالوا بسم الله من يعرف كفارة اليمين خلي خليك واقف بس فقط سيام ثلاثة أيام يا أخي أنا لا أعرف أنا لا أعرف فصل لي جزاك الله عد من جديد ما هي كفارة اليمين تحليل رقرة فإلا ما يجد فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام أو طعام عشرة مساكل والله فضاء خليك واقف نعم طعام ستين مسكين أمشي غلط غلط والاسم طعام يرحب خليك واقف في الجأس في الآية تبعطينا الذي جاءت طيب الله صلى الله عليه يقول كفارة وإطعام عشرة مساكل خليك واقف من يعرف يخوانك فاطئة كبير نعم سيام ثلاثة أيام الله يفتح عليه سيام ثلاثة أيام نعم أو إطعام عشرة مساكلة خطأ نعم الشهر لا أحد يتكلم أقوله في الخلف نعم عشرة مساكلة عشرة مساكلة إن لم يجرع رقبة إطعام عشرة مساكلة خطأ 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 خليك واقف نعم طعام عشرة مساكلة إطعام عشرة مساكلة أو سيام ثلاثة أيام أيضا خطأ نعم وأعطنا التفسير إذا كان يمين غموس حسب المعمين لا أخي كفارة يمين نعم أو كسواته أو تحرق يقول كفارة اليمين كما قال هذا الأخ أجلس وهذا أجلس وأنت شخص أنت شبت مسكين لا أخليك بس حتى أنت خطأ يقول يخير بين أمور ثلاثة نقول اختار واحد من ثلاثة عتق رقبة أو طعام عشرة مساكلة أو كسوته تختار واحد من ثلاثة أنت حر اختار اللي تري قال ما استطيع لا عن العتق ولا عن الطعام ولا على الكسوة ينتقل الأيام صيام ثلاثة أيام متتابعة ما الغرض من هذا الغرض أريد أن نتعلم أننا والله لسنا أهل للفتو مسألة سهلة الأسيرة في كفارة لا نعرف فمبالك خروج إنسان من الملة أو التبديع أو التفسير أو الحكم في الطلاق أو الحكم في النكاع وكذا صح 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 ترجمة نانسي قنقر